اشتركوا في القناة ان كانت وثنية او مسلمة اذا عجبته فكان يبيت معها ليلة ليلتين ثم اتركها فالجد حاربه حتى ارسل ناسا الجد العالى هذا اسمه بوج كان ارسل ناسا فأخذوه من مكانه وهو كان الخارج في وقت معين وكمموا فمهوا حتى جاءوا به وادخلوه في البير البير ودفنوا البير خافت المنطقة كلها فهربوا من هناك على كلها الخائفين يترقبون حتى جاءوا في هذه المنطقة حوالي 300 كم بعيد وكانت منطقة كلها غابات فقطعوا غابات وسكنوا هناك الى مناطق بعيدة الان فيها قد تكون الف قرية كل هذه كانت تابعة لهم وما اعرفوا اي حكومة غير انفسهم والحمد لله مزارع كثيرة وكذا وبنوا مسجد مسجدا مثل مسجد بابني تماما عمر المسجد الان 460 سنة على الاقل لنا ما هو مكتوب لكن لما جلست مع بعض كبار السنة في القرية فذكروا ان بناه فلان فلان ولو وضعنا بيننا وبينهم ستين وسبعين سنة ياتي عمر المسجد 500 سنة تقريبا فالحمد لله كان المسجد كان سني سبحانه الله من قديم ولما اسسوا المسجد فمات احد الخمسة من الاشقاء الذين هربوا من هناك فعلى اقيدة بعضهم وصفص عليهم قال ان المسجد لا يناسبكم فوقفوا المسجد حوالي عشر سنوات وهو موسس هكذا على التأسيس فقط لكن واحد منهم قام وقال لو مات كل فرد من الافراد لابد ان نبني المسجد فبنوا المسجد و الى الان قائم بفضل الله تعالى المسجد فهذا المسجد كما تتبعته كان دائما سنية سلفية الحمد لله وفي اخر الزمان كان الاجداد والد جدي ايضا في زمن الملك في زمن الامام سيد نزير حسام رحمه الله ومن نظام القرية انهم يأتون في ثلاث قرى شخصا لا يكون فيه لا يكون الا مسلم سواء كان نجار او الحداد او القصار هؤلاء كلهم مسلمون في حين ان هذه المهنة في الغالب زاولها الكفار فكانوا ايضا جلبوا قبيلة من الشيخ يسمون الشيخ فقبيلة هذه جلبوهم من مكان بعيد وجاءوا بهم وسكنوهم بنوا لهم بيت وليس لهم ولا قتعة من الارض الا انهم ضمروا لهم كفروا لهم العاشة تعمة وكل واحد يخرج لهم ما يريد وكذا يسألهم بهم الجمعة والجماعات كذلك يدرسون اصحاب القرية وكذا باللغة الفارسية تلك الايام اللغة الفارسية كانت سائدة مع اللغة الارضية الضعيفة تلك الايام اصلها هي لغة اردو منذ ثلاثمائة سنة فقط لكن قبلها كانت الفارسية هي السائدة وانت تعرف الشيخ اللغة الفارسية انا اعرف الحمد بالله ما شاء الله درسناها دراسة دراسة نعم نعرف لكن تلك الايام كانت ايضا الرواء الدوائر الحكومية وكذا ايام الملوك الحغول فالحمدالله كانت الدراسة فيما بينهم من هؤلاء المشاهد حتى والد جدي هو ايضا كان مسؤول عن هذه القرى ارسل احدا من ابناء القرية الشيخ عباد الله وامر الله وامر الله عباد الله قرية قريبة منها استشاره وهي الان في قريته اسست من قبلهما المدرسة فارسل الشيخ امر الله من قريتنا وشيخ عباد الله الى السيد نزير حسين فدرس دراسة كاملة عند السيد نزير حسين رحمهم الله رحمهم الله فجاء في المنطقة فأسس مدرسة عمر المدرسة قريبا مية وخمس وثمانين سنة بفضل الله م شاء الله